استحوذت مشروعات الوقود الأغدر بالمنطقة الاقتصادية على حصة كبيرة من الاستثمارات وحصدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على شهادة شراكة أو نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة ضمن قائمة الخمسين منطقة اقتصادية على مستوى العالم إلى وجهة عالمية للاستثمار تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نجاحها في جذب استثمارات هائلة بقطاعات متعددة مشروعات الوقود الأغدر بالمنطقة الاقتصادية استحوذت على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات حيث كانت على رأس الأولويات تطبيقاً لرؤية مصر عشرين ثلاثين كذلك بوضها البيئي الهادف للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأغدر وتقليل الانبعاثات الكربونية الضرة لتصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اخترتها لتكون مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمال الفنية المدربة وتخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل موانئها التابعة لمركز إقليمية لتمويل السفن بالوقود التقليدية أو الأغدر وسط سعيها لتوطين صناعة الوقود الأغدر والصناعات المغذية والمكملة له ففي أغسطس الماضي نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أول عملية تمويل سفينة حاويات بالوقود الأغدر الميثانول بميناء شرق برسعيد في ست ساعات لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط ووفقا لبيانات حديثة للمنطقة الاقتصادية فقد نجحت خلال العام المالي 2023-2024 وحتى نهاية مارس 2024 في جذب 144 مشروع مختلف ما بين الشركات الحاصلة على موافقات نهائية أو مبدئية باستثمارات إجمالية قدرها 3.2 مليار دولار وخلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 حققت المنطقة الاقتصادية إجمالية إرادات بلغت 4.3 مليار جنيه وذلك عن الفترة من أول يوليو لنهاية ديسمبر من العام الماضي مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بزيادة قدرت بـ 70% ونظرا لهذه الإنجازات حصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية من التحالف العالمية للمناطق الاقتصادية الخاصة ضمن قائمة 50 منطقة اقتصادية على مستوى العالم تم اختيارها من 7000 منطقة اقتصادية خاصة يمثلها التحالف وجاء هذا الاستحقاق كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال وتعكس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح الحكومة خلال السنوات العشر الماضية في تطوير البنية التحتية واستغلال موقعها الاستراتيجي واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة وتشجيع عمليات التصدير